بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم عزيزي الطلاب في الفصل الرابع من مكرر علم الناس التربوي هنتناول في هذا الفصل عدة موضوعات نبدأ بالموضوع الأول اللي هو الأهداف التربوي طيب السؤال الطبيعي ما تعريف الأهداف التربوي إيه هو الهدف؟ يعني إيه هدف؟ الهدف هو ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه اللي هو ساعات يقصب به المرمى أو المقصد أو المسعة كل ما يسعى الإنسان أو الفرض إلى تحقيقه يسمى هدف طيب تعالوا للهدف التربوي اللي هو الهدف؟ اللي هو ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه في المجال التربوي إيه يا مصادر اشتكاق الأهداف؟ بنجيب الأهداف دمين؟ المجتمع أحد مصادر اشتكاق مجتمع السعودي أحد مصادر اشتكاق المجتمع من حولنا سواء المجتمع الدولي أو المجتمع المحلي أو الإقليمي أحد مصادر اشتقاق الأهداف الفلسفة التي تكون عليها التربية المؤسسات التربوية رأي الخبراء المناهج المقررات كل دي مصادر نحدد من خلالها الأهداف التي نسعى إليه إذا المستويات الأهداف يمكن أن نقسمها إلى عدة مستويات لكن تعالوا في البداية نضع تعريف للأهداف التربوية الأهداف التربوية أهداف نسميها بعيدة المدى نسعى إلى تحقيقها من خلال نظام تربوي زي كليات التربية والمؤسسات التربوية والتعليمية طيب مصطلح الأهداف التعليمية أو التدريبية بيدل على السلوكيات اللي احنا بنسعى إلى تعلم بإذا الأهداف التعليمية هي الأهداف اللي احنا هنبدأ نسعى إلى تحقيقها خلال عملية التعليم أو التدريس زي اللي بيحدث في المدارس أو اللي بيحدث في الجامعة طيب ما هي مستويات الأهداف عندنا ثلاث مستويات للأهداف أول حاجة المستوى العام للأهداف اللي هو بيبقى هدف عام درجة مرتفعة لا يتحقق إلا بعد مرور فترات زمنية بعيدة ولذلك يطلق علي الأهداف طويلة المدى زي إيه؟ تنمية القيم الدينية لا يمكن أن ينمي القيم الدينية بين يوم وليلة لا تأخذ فترات زمنية طويلة تنمية القيم الوطنية إننا أخرج مواطن لديه خصائص وصفات طيبة كل ده بيأخذ وقته طويل من خلال مراحل دراسية معين طيب المستوى الثاني اللي هو المتوسط للأهداف اللي هي بيتم تحقيقه خلال مرحلة معينة زي الأهداف مرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية ده أهداف نسعي لتحقيقها خلال مرحلة زمنية معينة زي تنمية مهارات الكراءة والكتابة في المرحلة الابتدائية تعلم الحساب في المرحلة الابتدائية ولذلك هنا يأتي تصنيف أحد العلماء اللي هو تصنيف بالؤمن للأهداف في المجال المعرك آخر حاجة أو المستوى الثالث اللي هو المستوى الخاص للأهداف وده بيشير إلى الأهداف التي يمكن أن نحققها خلال وقت قصير زي حصة أو محاضرة بنستطيع من خلالها زي أن يذكر الطالب المستويات المختلفة أن يكتب الطالب اسمه في هذه الحالة هدف بسيط يمكن أن نحققه خلال حصة واحدة الآن نأتي إلى نشاط هذه المحاضرة وهو أن نكتب مجموعة من الأفعال التي تدل على الهدف السلوك ده إيه الهدف السلوك؟ أن الهدف اللي بتحقق خلال فترات زمنية كصيرة زي محاضرة أو حصة معينة أن يكتب الطالب اسمه خلال دقيقة دون وجود أخطاء ده هدف سلوك أن يفرق الطالب ما بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة ده هدف سلوك أن يكتب الطالب اسم الأب أو اسم الأم ده هدف سلوك كل هذه الأهداف يشير إلى أهداف سلوكية أتمنى أن تكتبوا مجموعة من الأفعال التي تشير إلى الهدف السلوكي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته